اهلا محاضراتكم في هذه التغطية تكبدت شركات التكنولوجيا العالمية خسائر فادحة منذ بداية جائحة كورونا واتجهت الشركات التكنولوجيا العالمية الى سياسة تقشف وتسريح العاملين خلال الاشهر الماضية ولكن الثمن سيكون باهظا على شركات امازون وميتا والفا بايت ومايكروسوفت حيث انهم سيتكبدون بشكل جماعي اكثر من عشرة مليارات دولار بسبب السياسة المتعلقة بالتسريح الجماعي للموظفين وغير ذلك من تدابير توفير التكاليف وكشفت الشركات الامريكية التي نفذت اكبر خفض في الوظائف في قطاع التكنولوجيا عن التكاليف المرتفعة المرتبطة بجهود اعادة الهيكلة في بيانات الارباح الصادرة هذا الاسبوع وسبقا اعلنت الشركات الارباح عن خفض خمسين الف وظيفة وعلى الرغم من التكاليف الاولية المرتفعة للشركات مثل مدفوعات انهاء الخدمة فان المستثمرين يشجعون على ما يبدو الخطوات التي تم اتخاذها ومنذ الاعلان رسميا عن الخفض اضافت الشركات معا اكثر من ثمانمائة مليار دولار الى رأس مال السوق وكانت ميتا هي اول من تحرك بين الشركات التكنولوجية في هذا الاتجاه حيث شهدت مضاعفة قيمتها تقريبا منذ نشر تفاصيل خفض الوظائف في نوفمبر الماضي وفي حين انه من الممكن تحقيق التوفير في الاموال اذا تمت عمليات خفض التفلفة والعمالة بشكل تدريجي الا ان شركات التكنولوجية كانت تكافأ من قبل الاسواق على تخفيض العمال وتشير التقارير الى ان عملية خفض العمالة قد تؤثر بالسلب على شركات التكنولوجية لان زيادة اعداد الموظفين في شركات التكنولوجية كانت تستجيب لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية ومع كلة العمالة من المتوقع ان تتضاهر خدمات تلك الشركات وبالفعل تعثرت كبرى شركات التكنولوجيا وتراجعت مبيعات الاعلانات الرقمية وتراجعت التجارة الالكترونية وتوقف انتاج ايفون وفقد المستثمرون الثقة وكان هذا اسوأ عام شهدته صناعة التكنولوجيا وخسرت شركات ابل وامازون والفا بايت ومايكروسوفت وميتا مجتمعة 3.9 تريليون دولار وذلك من قيمتها السوقي والان بدأت العديد من شركات التكنولوجيا في العالم تبني استراتيجيات عمل جديدة وغير مألوفة وهي التقشف ففي الاشهر الاخيرة قالت العديد من الشركات انها تسعى لطرق لخفض التكاليف والقضاء على المشروعات المستقبلية التي تحتاج اموالا كثيرة واعلنت كل من امازون والفا بايت ومايكروسوفت وميتا كل على حدى خطة تسريح اكثر من عشرة الاف من العاملين ولتزال شركة ابل هي شركة التكنولوجيا الكبيرة الوحيدة التي لم تعلن عن اي خفضات في الوظائف او تعلن عن برنامج خفض التكاليف على الرغم من تسجيل الخفاض الكبير في الارادات الفصلية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم